اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن هذا المنبر ندعو جميع اصحاب الاعمال ضمن قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية والاقتصادية الى اقتراع المزيد من الافكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الابعاد مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوق اهداف التنمية المستدامة خصوصا في مجال الصناعة وعلوم المستقبل وعلى كيفية تطوير تعاملنا مع التحديات البيئية والازمة المناخية التي تطال كوكبنا بمجد التعاون من اجل مواقف عالمية مؤثرة نجدد من خلالها سبل حماية البيئة من اية مخاطر مستجدة لحفظ بناءنا الانساني والحضاري ينطلق حديث جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من الواقع المحيط بمملكة البحرين والعالم اجمع ونخص بالذكر التنمية المستدامة فلتحقيق اهدافها تأتي الرؤية التكاملية بين مختلف القطاعات العامة والخاصة صغيرة ومتوسطة في المملكة للنهوض بمجال الصناعة وعلوم المستقبل والافكار والمبادرات للتنمية الاقتصادية الشاملة لكل الابعاد لا يمكن ان تتحقق الا بوجود الفكر المستنير والشمولي والواقعي في كافة المؤسسات الخطاب الملكي السامي الشامل والجامع وبادراك تام للتحديات بيّن فيه جلالة الملك المفدى ايده الله ان النهوض بالقطاع الاقتصادي يحمل تحديات بيئية ومناخية وهذه النظرة الواقعية من جلالته في ربط العنصرين ببعضهما في هذه الجزئية من الخطاب تتطلب من الجميع استعاب ان النمو الاقتصادي يجب ان يكون ذات وجه ايجابي مع البيئة ما يعني ان المبادرات الاقتصادية والتنموية يجب ان توازيها مبادرات بيئية تصب كلها في صلب عملية التنمية المستدامة معادلة اقتصادية شاملة طرحها جلالة الملك المفدى حفظاه الله ورعاه جوهرها التنمية المستدامة وتجعل من ميدان العمل الوطني بيئة حاضنة للافكار التنموية على كافة المجالات الاقتصادية والبيئية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر